اشتركوا في القناة نتكلم عن اهم الملفات والتحديات اللي بتواجه وزارة التعليم دلوقتي شوف يا سيد سلمة انا كتبت هذه التحديات في مقالي اول مبارك في اخبار اليوم في صفحة هنا الجامعة وتحت عنوان رسالة مفتوحة لوزير التربية والتعليم الجديد اولى التحديات اللي بتواجهه حاليا دلوقتي وكانت تواجه سابقه ايضا وكل الوزراء السابقين هو العجز الشديد في عدد المدرسين او المعلمين على المستوى القومي معقولة احنا عندنا عجز في عدد المدرسين 350 الف مدرس ليه؟ لان احنا توقفنا 350 الف ده عدد المعلمين دلوقتي ولا ده؟ العجز اللي مطلوب يتعينه اجمالي المطلوب سداده حتى يكون عدد المدرسين يتناسب مع عدد الطلاب اللي موجودين في مدارس مصر بدءا من كيجوان لحد سنة ثلثة سنوي وزواء تعليم عام سنة وعام او تعليم فني 350 الف معلم وده السبب في ايه؟ ان احنا اوقفنا تكليف خريجي كليات التربية بعد تخرجهم كما كان يتم قبل ذلك منذ ما يقرب من 20 سنة واكتر وبالتالي بدأ العجز ده يموّل الوزير السابق الدكتور رضا حجازي كان حاول ان هو يسد جزء من هذا العجز ان بدأ فكرة ان حتى المدرسين القدامة ما يجي يطلعوا على المعاش لا الاماكن اللي فيها عجز ممكن اخلي المدرس امدلوا الاستفادة منه سنة او اتنين بحضة اقصى ثلاث سنوات بالاضافة الى توجيه الرئاسي في تعيين 150 الف معلم على مدى الخمس سنوات احنا عملنا جزء دلوقتي ولكن الجزء الاكبر لسه هيوعيا السنوات القليلة القادمة ده جانب الجانب التاني وهو عودة الطالب والمدرس الى المدرسة مرة اخرى انا وقت ما كنت في السنوية استاذ السلمة كنا نيجي شهر مارس بنكتب استمارات السنوية العامة ونبعتها عشان نخش الامتحان فكنا ده في شهر مارس فنبدأ نتغيب بعد كتابة الاستمارات وخلاص ما ايام مش انت خلاص سجلت انك انت ده ده من ايام حضروتك ده ايامي فكنا نقول ايه لا مدارس بعد مارس دلوقتي تعالي ان شاء الله بعد الاسبوع الاولان من بدء الدراسة للأسف تحاولت كثير من المدارس وخاصة السنوية العامة الى مدارس خاوية على عروشها لا من طلاب ولا مدرسين هل قصة الدروس الخصوصية بالضبط ده هو ده مش هيه ده ده السبب الرئيسي وهو هروب الطرفين الى الدروس الخصوصية وكل واحد له مبرراته كطالب ولا مدرس ولا ولية امر يقول انا ما اقدرش اجازف ان انا ما اديش ابن دروس خصوصية الطالب يقول موكل الطلب بياخده انا عايز اجيب مجموع المدرس بيبرز ذلك ان والله انا زي زي الطبيب زي كذا زي كذا ومن حق ان انا وانا الطلب هما اللي بيقول وانا عايز ازود دخلي لان دخلي الرسمي لا يتناسب مع المعيشة بتاعتك كان الكلام ده من ايام حضرتك يا حيك قلتلي من مارس ما كنتش حاجة بتروح للمدرس كان ايامها اللي يروح درس خصوصي بالنسبة لنا كان الطالب الضعيف وكان سب في جبينه اصلا ازاي يروح يدي درسه زي زمان كانت سب المدرسة الخاصة بالزبط ونفس النظام زي ما حالك بتقولي اللي يروح المدرسة الخاصة اصحاب المجامية ضعيفة ضعيفة دلوقتي اتقلبت اللي ايام فهنا اما باجي اروح انا دلوقتي في الدروس الخاصية التي انتشرت على مستوى كل وزارة التربية والتعليم على المستوى المجتمع كله وللأسف اصبحت بتستقطع من جيوب اولياء الامور ما يزيد عن ستين مليار جنيه في السنة من جيوب اولياء الامور ودي اخطر ظاهرة بتواجه التعليم في مصر طب حيك يا استاذ رفعت احنا منتكلم عن ظاهرة فعلا خطيرة وخلاص مترصخة احنا منتكلم عن سنين الناس متعودة الناس سنوية عامة خلاص ما بيروحش المدرسة لازم ياخد دروس القصص دي كلها ايه علاج المشكلة دي؟ لا لا اول قبل ما هقول لك دلوقتي ايه خطراتها ليه خطرة الوزارة حضرتك اسمها ايه؟ وزارة التربية والتعليم فاذا دور المدرسة هي التربية والتوجيه والتسقيف وبناء الشخصية ثم التعليم عندما تفقد المدرسة هذا الدور الاولاني الاساسي فقد تاوي وانا رايح كطالب للدرس او السنتر علاقتي مع المدرس ده بالساعة داخل الساعة كذا عشان يشرح لي ويتركنه بعد كده ما فيش لا يساهم فيه تشكيل شخصيتي طب ايه العلاج؟ كان كثير من المحاولات اجريت لعلاج هذه الظاهرة الخطيرة في بناء شخصية الانسان في المقام الاول وتراجع دور وزارة التربية والتعليم في تعليم وتنشاة الهولاد فالعلاج هنا لابد ان اجد من الالية وبجرأة وشجاعة وديا بحطها قدام وزير التربية والتعليم الجديد جرأة وشجاعة في ايه؟ انا لابد ان انا اغير النظام اللي انا ماشي عليه حاليا دلوقتي فيه ضرورة الزام الطالب بالحضور الى المدرسة يكون الحضور ده لضرغات بضرغات بالضبط ما تقوليش بقى ده هيجموني اولياء الامور ويقولوا المدرسين ممكن ان يتحكموا ده ممكن كذا لابد بدرجات ده ده الطالب ويكون فيه انشطة في المدرسة جاذبة للطلاب انه ما يروحوا طيب المدرس زي ما بعمل مع الطالب المدرس لا يغادر المدرسة الا مع نهاية اليوم الدراسي مش يروحوا الصبح يدي حصة ولا حاجة عليه ويسيب المدرسة ده اذا راح المدرسة ويسيب المدرسة ويتاجه الى الدروس اذا اصبح للمدرسة هنا دور الطالب موجود والمدرس موجود لدرجة بعض التربويين وده انا احترم رأيهم ببنا ما عندنا مشكلة يا استاذ رفعت وهي التحيل دايما على القانون يعني ممكن المدرس يكون متواجد ولكن ما بيشرحش او ما بيشرحش كويس عشان تقولي بالليل اديكم الدرس لا تفين اللي جان المتابعة بقى ما بالزبط هنعمل ايه بقى في القصة لا بد اللي جان المتابعة وفعالك لمتابعة كل المدارس ونشوف ردود الافعال بتاعت الطلاب وبعدين انا ما اجي اكون في المدرسة لحد الساعة اثنين او الساعة ثلاثة بقتطع جزء كبير من الوقت اللي كان الطلبة تروح فيه دروس خصوصية في السناتر وخلافه نمرت ثلاثة بقى ان انا ممكن اخد اقرار على المدرس وبرضو هقولك ان عوضوا مديا اذا سيقولك انا عايز ازاو الدخل اخد اقرار على المدرس اذا كسبت ان هو بيد دروس خصوصية يحاسب وقد يصل الى الفصل من المدرسة تقوليه طب هو عايز يدخل الدخل يزود دخله ازاي مجموعات التقوية وهو اصل المدرس اللي في المدرسة ده استاذ الهلمة هو برضو اللي هو في الدرس خصوصي هو اللي في السنتر يعني مش حد تاني غيره اذا كان هو ما بيشرحش هنا وبيشرح تده يعاقب فانا في الحالة دي انا اقوله الطالب اللي عايز ياخد درس عمدك يبقى جوه المدرسة من خلال مجموعات التقوية ومجموعات تقوية لها دخل وده كانت اقرت من قبل الوزارة في السنة اللي فاتت بمواصفات مختلفة ويكون لها سعر كمان محدد يعني هين على اولياء الامور وكان حصل تعديل تعديل للرسوم بتاعة المجموعات دي من قبل وزير التربية والتعليم السابق على اساس ان الجزء الاكبر من عائد هذه المجموعات يكون للمدرس مش للإدارة التعليمية ووكي للوزارة اللي مش عاربت لهم بفضل الجزء المتباق الغير للمدرس وعشان كده كان بتفشل المجموعات التقوية وبعدين كان طرح ايضا واعتقد فكرة ممكن تطبق وانطبقها بشكل جيد جدا انت حضرتك مدرسة مشهورة في مجال الكيميا مثلا في مجال الفيزياء في مجال الرياضيات بس ما انتش عندي في المدرسة عندي في المدرسة اه قدر اخليكي تدي مجموعات تقوية لا لا انت حضرتك في مدرسك وكل شيء يسمح للطلاب وللمدرس ده ان مجموعات تقوية في مدرسة ونحدد 3-4 مدارس في الإدارة التعليمية كلها نجيب اشهر المدرسين التابعين لهذه المدارس ويبقى كأن سناتر جوه المدرس هي الفكرة حلوة لان الرقابة هنا هتكون بالضبط 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 يبقى هنا الرقابة عشان هنا زائد نمرت اربعة واللي بطلوبها من وزير التربية والتعليم الجديد ان يؤكد على ما كان قد طرحه وسابقه في ان من يزاول عملية التدريس لا بد ان يحصل على ترخيص اه يعني مش اي حد يفتح سنتر ويبقى فيه مدرسين وطلبة وكده لا ده مش مدرسين بقى ده خريجي كليات الطب وكليات العلوب وهم مش معينين على قوة وزارة التربية والتعليم اصبحت دي سبوبة بالنسبة لهم ان هم يعملوا سناتر واشتقلوا في السناتر وهم ليسوا مدرسين اساسا او معينين في وزارة التربية والتعليم ففي الحالة دي انما يكون زي الطبيب لا يزاول مهنته الا اذا حصل على ترخيص المحامي لا يزاول مهنته الا اذا حصل على الترخيص الصحفي لا يزاول مهنته الا اذا حصل الترخيص واصبع عضو نقاب الصحفيين اش معنى المدرس لا يكون بترخيص مزاولة مهنة مع ان بقى اخطرهم والله بالضبط انت حضرتك بتتعاملي مع 25 مليون طالب وتلميذ على مستوى الدولة ربع مصر كلها طلبة عندك في مراحل التعليم العام او من كي جوان لحد سنة تلتة سنوي فيزن هنا عايز القرارات الشجاع والاصرار على تطبيقها وانا مش ضامن ما ببصش على ان هيحصل رضا مجتمعي عليها ولا لا انا بقعد مع لجان متخصصة وخبراء ومهتمين بهذا الموضوع وناخد القرار التربوي الصحيح في كل هذه الامور ونبدأ نطبقه على طول حتى لو احتاج الامر الى تشريع اعمل تشريع دي نمرت اربعة نمرت خمسة كان طرح وكان لأول مرة كان حصل نوع من التنسيق ما بين وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي في موضوع السنوية العامة وطرح مشروع جديد للسنوية العامة واخد من روح الشهادة الانجليزية الاي جي وعلى اساس ان الواقع الحالي مأساوي يا استاذ سلمة في السنوية العامة انا وقت ما كنت في السنوية العامة كان المدرسة اللي أنا فيها ربع المدرسة فصول ادبي والثلاث تربع علمي بشعبتها طبعا الاية معكوسة دلوقتي الاية دلوقتي معكوسة ليه برضو لان المجاميع او الحد الادنى الفلكي اللي كان يستلزم الحصول عليه وده سبب انتشار الدروس الخصية يعني انا مثلا كل الثقافة المجتمعية الخاطئة الحد دلوقتي معظمها الطب والهندسة الطب والهندسة او مجموعة كلية الطب بس اعتقد ان احنا مؤخرا بدأ 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 وبقى عندنا حتى جامعات تكنولوجية بزراب ويعني فكر جديد انا عايز اغير الثقافة المجتمعية دي بالشكل الصحيح وفهم الطلاب واولياء الامور العملية ما بعدش تطبوا هندسة فهنا من بس احنا كل سنة يا فندم منشوف دايما مشاكل السنوية العامة في الكيميا والفيزيزيز زي اللي حصل مؤخرا رهبة الولاد دايما بتبقى من المادتين دول فليه احنا ما نقلش الضغط عليهم في القصص دي بحيث ان احنا نشجحهم اكتر انهم يخشوا العلم يبقاش عندهم رهبة من فيه ناس كتيرة لا التشجيع مش بتسهيل الامتحانات انا دلوقتي الامتحانات دي هدفها قياس ما تم استيعابه من مادة علمية لدى الطالب وان الطالب هضمها يعني واستوعبها بشكل جيد جد زائد مواصفات الورقة الامتحانية والسلامة على مستوى العالم كله لابد انها فيها جزء من الاسئلة للطالب الاكثر تمييزا والجزء الاكبر بس السلطرف عشان نبقى صرحة في بعض السنين كانت بعض الامتحانات تفوق الحد كانت صعبة زي الفيزياء السنة دي عشان برضو ما نجيش على الطلب مواصفات الورقة الامتحانية بتقول ان الاكثر تمييزا دي نسبة الاسئلة بتاعتهم كام تقريبا في المية ما بين عشرة الى تلاتين في المية من الاسئلة كل اسئلة امتحانات السنوات العامة كان ما بزيتش عن عشرة في المية الفيزيكة التلاتية طيب ده كتير جد دي مواصفات عالمية انا ممكن اوصل بها لتلاتين وبيبقى الامتحان ما يكون صعب يبقى صعب على الكل وسهل سهل على الكل صحيح وقول لحضرتك العملية مش قضية مجموع ودرجات وديلك مثل ايام الدكتور طريق شوقي وما قبله كان الحد الادنى لدخول كليات الطب كان 98.5% كانت المجميع الفلاكية دي عندنا مية وي في المية رهيبة صحيح دلوقتي الموقف اختلف وبدأت المجميع تنزل المجموع العام بشكل عام ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أدل حضريتك نموذج أنا مرة كتبت مقال من زمان بتنظر على إن الله يرحم الدكتور حسين كامل بايدين وزير التربية والتعليم دخل كلية الطب سنتها سنة حصوله هو عليها بـ 68% يعني القضية مش قضية المجمع الفلكية دي فلاقيته الدكتور علي العبد الرئيس جامعة عين شمس الأسبق بيتصل بيقول أنت بتتنظر بأن الدكتور حسين داخل بـ 68% أنا أكبر من الدكتور حسين أنا دخلتها بـ 66% فإذا القضية مش قضية مجموعة القضية أن أنا عايز تعليم جيد طب إمتى يا أستاذ رفعت هنحصل على التعليم الجيد إمتى هنبطل نقول بلد شهادات إمتى هنبطل نقول كليات قمة إمتى هنغير الفكر الموروز ده الخاطئ تماما ونتعامل بفكر جديد عشان الناس ما تبقى شركنا شهادات هنعرف مهندسين كتير بيشتغلوا شغلانات بعيدة تمام بيشتغل في عقرار بيشتغل في ماركتنج بيشتغل طب ليه ده مهندس مع أنها كانتها دي كليات القمة فإحنا الناس بتدرسوا هل كأهليهم عشان يخش الكليات الفلانية وبعد ذلك بيتخرج ما يعرفش عنها حاجة السؤال حضرتك مهم جدا والجامعات اللي موجودة حاليا دلوقتي الدولة بدأت تتعامل مع القضية دي ويحصل نوع من التنوع للجامعات والكليات المختلفة في مصر فان عندي كانت دلوقتي حاليا ما يقرب من 29 جامع حكومية وزيها أو أكتر منها بجامعتين جامعات خاصة وعندي 12 جامعة أهلية خرجت من رحم الجامعات الحكومية وكلها برامج تطبيقية وعندي 10 جامعات تكنولوجية أو هتوصل للسنة دي ل10 جامعات تكنولوجية إذن حصل نوع من التنوع المشكلة بقى لسه في تغيير الفكر والثقافة المجتمعية وده اللي كان بينقشه مشروع السنوية العامة الجديد اللي كان مطروح منذ حوالي شهرين وده بيهدف إلى أن نخلي الطالب يدرس سنة أولى وسنة تانية سنوي جنرال يعني طالب يدرس رياضيات ويدرس علوم ويدرس مواد الأدب والعليمية وكله ولكن يجي في سنة تالتة يتخصص من خلال أربع مصارات منهم مصار عن الزكاة الاصطناعي ومصار لقتلاته طب إمتى يتم تطبيق القصة دي؟ الفكرة دي المشروع ده كان ترح وباتفاق مع وزارة التربية والتعليم وكانها يناقش واتمنى الوزير الجديد يكمله يناقش من خلال مطمر قومي الجميع يشترك في منقشته خلينا نقولي يا أستاذ رفعت أن المنظومة طوارت ولكن احنا بنأمل في الأحسن والأفضل وأن التعليم يكون فأبهى وأحسن صاره قريبا جدا أنا بشكرك جدا على تواجدك معينا النهاردة كما نعورنا النهاردة الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم بشكرك شكرا جزيلا وصباحك صباح الوارد شكرا أستاذ سلمان سيدة مشاهدين دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة استنونا بكرة في حلقة جديدة من صباح الوارد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر